كلم ان شاء الله في هذا الجزء التاني من الواحدة التالتة عن مفهوم النهايات اليمنى واليسرى النهاية اليمنى او النهاية من اليمين تعرفها ان انا بقول ان الدلة f of x تقترب من العدد الواحد اذا كان المتغير المستقل لx بيقترب من x0 بس من ناحية مين اليمين يعني ايه من ناحية اليمين يعني لو ال x0 هنا يبقى ال x دايما فين علي منها وطالما ال x علي منها يبقى ال x اكبر منها وطالما ال x اكبر منها يبقى الفرق x نقص x0 بيكون ايه موجب وعشان كده بكتب limit f of x لما ال x ترح ال x0 من ناحية الموجب يبقى الموجب دي او البلاس دي معناها ان ال x اكبر من x0 مش معناها بقى ال x0 موجبه او سالبه لا ال x0 زي ما تكون ممكن تكون صفر سالب واحد موجب واحد اتنين اي حاجة لكن اهم حاجة الموجب اللي فوق دي معناها ان انا بروح ل x0 بقيم اكبر منها امتى بقى لو اتحق الشرط ان الكل y اكبر من الصفر قلت لك ان ال y كمية صغيرة والدلتا كمية صغيرة لكن هي كميات موجبه لكل ابسلون يوجد دلتا يعني ايه لكل ابسلون يوجد دلتا يعني كل ما حط ابسلون بقيمة الاقي الدلتا موجودة يعني فيه علاقة بينهم الاتنين بحيث ان المقياس بتاع الفرق بين f وفي اكس والواحد يكون صغير امتى لما تكون x ناقص x0 تكون صغيرة بس الفرق بين دي وبينها هي عند النقطة ان كان هناك مقياس x ناقص x0 لا هنا ناشلت المقياس شلت الايه المقياس وده من الفرق بينهم موجب التعريف التاني اللي هو نهاية من اليسار او النهاية اليسر نفس التعريف الزبط لكن x بتقترب من x0 من ناحية مين اليسار يعني ايه من ناحية اليسار يعني لو دي x0 يبقى ال x بتقرب لها من قيم اليسار يعني بقيم اقل منها يعني الفرق x ناقص x0 يكون ايه سالب. اكس نقص اكس زيرو يكون سالب. وعشان كده بقول برمز لها limit f of x. لما الاكس تقول الاكس ده من ناحية مين? اليسار. يبقى السالب دي معناها يسار. يعني اقل منها. امتى يحتل الكلام ده? لو تحقق نفسش كلام بالزبط. لكن هنا بقى مين? هنا اكس زيرو نقص اكس. مش اكس نقص اكس زيرو. لأ. لان في الحال دي اكس نقص اكس ده هتبقى سالبة. وعشان كده انا ببدلها وخليها اكس زيرو نقص مين? نقص اكس.